إلى أي حد يصل الفساد الحكومي الذي ضرب العراق في مقتل حرم الناس من حياة كريمة ومن خدمات وها هو اليوم يتسبب بأزمة متفاقمة تتمثل بانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي بالتزامن مع صيف العراق اللاهب لليوم الرابع على التوالي تواصلت التظاهرات في عدة محافظات بسبب التراجع الحاد في توفير الكهرباء والذي بلغت ذروته الأيام الأخيرة عندما توقفت منظومة الكهرباء بشكل كامل أسباب الأزمة متعددة لكن الأحدث فيها هو إيقاف الخط الإيراني الذي يمد العراق بجزء من الطاقة فضلا عن قطع طهران للغاز الذي يمد محطات الكهرباء بالوقود هذا بالإضافة إلى تفجيرات مستمرة تستهدف أبراج الطاقة تتورط فيها جهات عدة ما يجعل الأزمة سياسية أكثر منها فنية أو مالية أزمة الكهرباء أزمة سياسية بامتياز ليست فنية وليست مالية الأزمة متراكمة منذ قدم الزمان وزارة الكهرباء تبتعد كثيرا عن الحقائق وتحاول أن ترمي الكرة في ملعب آخر الأبراج التي سقطت بفعل فاعل هناك صفقة خبيثة لهدم الأبراج ثم إعادتها لتقصيص أموال كثيرة بهذا الجانب نظرة بسيطة للأموال التي صرفت على ملف الكهرباء في العراق خلال ثمانية عشر عاما تشي بحجم الفساد المهول وتؤكد أن قرارا سياسيا تشرف عليه الأحزاب ومافيات المال والسلطة يحول دون معالجة أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهل العراقيين لسنين طويلة الباحكوا اختحامتان بالزعفرانية واختحموا ورفعوا السيركيتات الكهرباء واشتغلت الزعفرانية عامة شنو السبب إذن أكو فساد بالكهرباء أو حصار على الشعب فهذا ملف فاسد طبعا أساتن ونقول آخرها تستقالت هذا الوزير الكهرباء نقول هي شغلة سياسية مخاوف الأحزاب أخذت بالتصاعد من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تفجر تظاهرات واسعة من جديد على غرار ثورة تشرين لا سيما أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع توقف ضخ المياه للمنازل في كثير من المناطق الطبقة السياسية المرعوبة من غضب العراقيين هي ذاتها المتورطة باستمرار معاناتهم وعلى رأسها حزب الدعوة بزعامة المالكي الذي اتهمت حكومته بإهدار ألف مليار دولار جزء كبير منها ذهب بذريعة إصلاح الكهرباء اشتركوا في القناة